يا صباح الورد والفولي والياسمين على عيونكم الحلوين وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فاتل الفيديو ده انا سلام بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد ويوم جديد والنهار ده هشارك معاكم غدينة الناس اللي بتسألني وبتقول لي يا هبة عاملة اكل صيامي ايه اخترح علينا اكلات صيامي قلولي رأيكم في الفكرة ديت هحاول على قد ما اقدر اصور معاكم غدينة باستمرار في الصيام علشان لو عندك يعني محترف اكل او حاجة وعاوز اتخذي فكرة يا رب يعني اكلي بسيط يعني اكلي اي ست بيت هتعمل الاكل اللي انا هعمله النهار ده دوت وبيبقى الاساس بتاعه هو البطاطس المحمرة اول حاجة عملت كبات القهوة للصحصحني وابتدت ان انا قطع كمية من البطاطس وعندي لما بقشرها وبقطعها شرايع يؤن بنتي بتعشق جدا جدا ان هي اللي تعملها يعني بتحب تقطعها فبس بها بصوا بقى مش بخاف عليها لان يؤن شطرة ونصحة بنبهها خلي بالك من صوابعك وبعد كده هي بقى بتتعامل مع نفسيها عيني عليها ولكن مش عاوزة احسس يؤن ان انا بتابعها عاوزها يبقى عندها ثقاف نفسية علشان تحب المطبخ يؤن عندي بتحب المطبخ زي جدا المهم انا قطع طالة زي ما انتم شايفين كده شرايح وهي بقى جابت الطبق البلاستيك بتاع الغسيل وقلبته ابتدت ان هي ايه بقى تقطع زي ما احنا شايفين كده ويؤنة بتحبها رفاعة بس كده انا بقى حاوليني ويؤنة بروأ الدنيا وبزبط الحاجة ولمسحالها الرخامة مخليها لها نضيفة زي الفل علشان تستخدمها وتعيش مع نفسها بقى بسينا بتواردكم اللي بتقرب لكم يعني وهتعمل لكم لايك وبصوا يعني المهم اكتبولي في كومنتات ايه رأيكم في فكرة ان انا اشارك معاكم غدانا او اقترح عليكم اكلات الفترة الجاية عندي حاجات عايزة اعملها كتير ولكن منتظرة منكم تشجيع انا محتاجة منكم تشجيع وتكتبولي كلمة حلوة محتاجة دعم محتاجة لايك عشان تعلم استوى الفيديو بتاعي هنا كنت عمالة بقى اقلبت في التلاجة اشوف ايه اللي موجود عندي الولادة عندي محتارين واللي يقولي ما بش بحب البطاطس او زهقت من البطاطس واللي يقولي مش عارفة عايز ايه واللي يقولي ايه فلقيت عندي بتنجان قلتي هعمل حاجة كده جانب البطاطس اشوفي بقى البتنجان وهعمل شوية بابا غنوج وهنا كنت مقطع طماطم هنعمل شوية مساقع عسل بصوا يوانا عمارة اتقرب وتعمل ازاي بصوا هنا بقى كنت قلت لو ان لأ انا كده مش هخلص وعالص ده خلص التصوير قصيت على فكرة جزء كبير جدا من يؤنم علشان ما دايقوش واطول عليكم وابتديت ان انا اكمل انا هنا كان عندي بواقق فلق وطماطم هتطف في الطبق هنا عشان نسخنه جنب الاكل وهبتزي ان انا اقطع البتنجان بتاعي وارش عليه ملح علشان ينزل ميته وبعد كده يعني لغات ما اخلص اللي بعمله واشوي البتنجان البابا غنوج بتاعي هكون البتنجان دوت ابتدى ان هو يصفي خالص وابتدي ان انا اقليه تمامك دوت واسبك بقى الطماطم يعني فيه حاجات كتير هعملها لغات ما هو ينزل المياه اللي فيه قطعت الكمية يعني اتنين عاملوا معيه ما شاء الله كمية حلوة عاوز اقول لكم ان ساقعد اقعدت معيه لتاني يوم طبق منها زي الفول كده لانا حاطته دلوقتي نظفي اول بول حواليكي بصوا بما قطعت طماطم حيثة الصغنانة اقوي ازاي وانا بعمل بقى وبسبك الطماطم بتاعتي ببتدي ان انا اقلب كده البتنجانة بتاعتي دير مدور بصوا التوم اللي احنا عاملينه مع بعض نطلعان في ريزر كده تقريبا بقاله ازد من سبعة ايام او تمانة ايام طري لو حطت كمية الملح بتاعتك مزبوطة هيفضل طري معيك ولونه محتفظ لون الابيض اللي احنا شوفنيه شايفين ولا مسفر ولا اي حاجة ما شاء الله النسيجة حلوة جدا 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 المواب نزلت بشوية زيت وحطت عليهم فصين كده وحلوين زي ما انت شوفت من الطوم وبعد كده نزلت عليها بشوية كسبرة ونزلت عليها معلقة هارس الشطم وشوية كمون وابتديت ان انا نزل بالطماطم بتاعتي ومعلقة هارس الشطم وهبتدي ان انا احط معلقة صلصة اللي هو كس صلصة اللي هو استخدم مرة واحدة ده وشوية مية انا كنت حطي هنا ربع كبات مية حطيت بقى بس وابتديت ان انا اقلب كده واسيبها على نهار هادية تاخد تدي مع نفسها شوية هنا بقى عمال اقلب البتنجانة داير ميدور خلي بالك البتنجانة بتاعتك انا نسيت ان انا نغازها داير ميدور عشو متفرقعش ولكن الحمدله هي مفرقعتش بس انت اديها ثلاث اربع نغازات كده وات علشان تستوي معاك بسرعة كمان انا ما خدتش وقت معايا ما شاء الله يعناليا هنا بقى جبت شوية مية وحطيت شوية بودر الطمر وشوية سكر وابتديت ان انا عملت لهم ايه شوية عصير كده جنب الاكل اليومين دول من ساعة رمضان ومن ساعتنا صمنا واحنا بنحب جدا السوبيا والطمر ولكن عشان احنا صامين والسوبيا بتعين بلبن فاحنا عملنا طمر بقنا فترة بنعمل طمر هبسيط ان انا اخد الورق دا وكده وزي ما احنا شايفين عاوزة شوية بقى دونس حلوين كده كم ورقة حلوة بس ما تقطريش علشان البابا غنوك بتاعك ما قلبش معاك بايه بحاجة خاضرة كده من الهاش شكل ولا طعم خير الامور الوسط في كل حي هنقع بقى شوية الباقدونس دولت في شوية مية عشان نزلوا اي اطرابة فيهم بعد كده اخسرهم غسلة كويسة جدا واصف فيهم زي ما احنا شايفين كده هو تهرمي بقى الباقي دوت الورق اصفر بصوا هنا بقولكو حاطت فيها مية اتنائية شوية بابا غنوك بتاعي استوى هبتدي ان انا اطلع بقى لاشرة بتاعتي دي كلها عشان بقاش فيها طعم حرقين فاهمين قصدي انا عايز ااخد طعم الشوت يبقى اول حاجة حطيت البابا غنوك على البتوغاز بتنجنية على البتوغاز بعد ما نغستها وستها تشوي وبقية تقلب فيها دير ميدور انا بحبها على البتوغاز برا فوق يعني احسن من اللي فورنا شوية الباقدونس بتوعي بعد ما صفه غسلتهم كويس جدا هبتدي ان انا بقى هنا بردك اعمل شوية فلفل مخلل بالتوم والخل بصوا الغدى النهاردة كان جميل وكله اطراضة فيه وكله اكل اللي النسو رايحاله ومحدش اتضايق خالص يعني كل واحد كان مبسوط بعد ان اتغدى السيوم ده بيبقى مطعب شوية وبيخليك اتفكر كتير لاني مفيهوش تونة وسمك لكن السيوم الصغير بيبقى فيه تونة وسمك فالواحد بيستسهل يعني لو الاكل مش عاجبه الولادة تلاقي نفسك ان انت طلعت ايه علبة تونة فتحتيها وعملت له مصالة التونة ولكن السيوم ده بتحب بتعملي حاجة واثنين وثلاثة عشان اللي مش عاجبه الاكل دوت يعجبه حاجة تانية يكلها المهم هنا تبلت بقى الصلصة بتاعتي بشوية ملح ولقيتها مش في السنة حتطلها معلقتين من المياه تمام سبتها بردك عنار هادي وانا بقى للبتنجان وتعالوا هنا بقى بشرتوا التحينة البيت اللي احنا عمليناها خطيرة ازاي المهم منزلت بالبقدونس والبتنجان وشوية التحينة وشوية خل وعصرة لمونة واحدة بس وهي بصوا فصتون صغنا معلقة هارس شطة دي اختياري مش اجباري وهنا الكمون بتاعنا يبقى حطينا البتنجان والبقدونس وحطينا كمون وحطينا لمون وحطينا خل وحطينا الملح وحطينا اللسحينة ولو انت فترة هتحطي قبات زبادي كمان معاها ومعلقة هارس شطة فصتون بس كده هوت طيب ايه الطبقة التانية ده يبقى الطبقة ده بتاع المخلل حطت في ايه؟ حطت في معلقة هارس شطة طوم وحطت فيه كسبرة كمون ملح لمون خل وقل الطوم في بعضهم كده هوت لغات مقل الحاجة هنا بعشان ما وسخش الباق كتير ابتديت ان انا اخد المساقعة بتاعتي او البتنجان بتاعي للمساقعة على طول وهسيب حبة كده عاملهم مخلل بس كده وقل بيهم بس كده غطصيهم غلوة واحدة بس اقل من دقيقة وادفع عليها انا هنا كنت طفيت عليها وانا بحط اللفلفل طفيتك بتوجه خالص طلعت دول بقى في طبقتين عشان هعملهم زي ما قلت لكم وبحب جدا قالي الفلفل ما ياخدش لون يعني بصوا اون بنزله في النار بتاعتي او على الزيب بتاعي ببتدي ان انا قلبه على طول عاو زيبقى تحسين ان هو مسلوق متحسش انه فيه تعمل حروة انا بحب كده هبتدي ان انا طلعه بصه على طول ازاي هاخد اربعة كده ولا تلاتة ولا خمسة على حسب ما انت بتحب بقى انا بحب المساقعة على فكرة بالفلفل وبتنجان بس مش بحب فيها بطاطس اكتبي لي في كومنتات بقى انت بتحب المساقعة بتعمليها ازاي لو ديلك تركية او ليكي حاجة بتعمليها فيها اكتبي لي ونقول لنا فيه ببعضين ونتعلم ببعضين جبت بقى طص الزيب بتاعتي بطلعت ان احط شوية بطاطس من احنا قطعناهم وهنا هاجي اكمل ضرب البابا غنوك بتاعي هجيب بس الجناب كده هوت عشان ايه كل البقى دونس بتاعي يعني يبقى كله تفرم فاهمين قصدي شايفين كوامها عاوزة بقى تحطي على الوش شوية زيت برحتك جدا ولكن انا عاوزة الحاجة تبقى خفيفة وعايزين نبعد شوية عن الزيوت وعن الحاجات الدهنية بس كده هو حابة بقى دونس بقى قطعهم على التوابل بتاعت او الخلطة بتاعت البتنجان وفلفل بتاعي وهقطع تماطم وكعبت عشان اعمل برضا تماطم مخللة بس كده هبتز ان انا اقلبهم وانزل عليهم عاوزة اقول لكم من الحاجات الجميلة ومن الاكل الجميل الاكل الحرش ده احلى بكتير من الفراخ واللحمة والحاجات دي انا الفترة دي مش ميالة خالص انا بقى ليه كتير جدا مساعدنا عملت عملية التخصيص وانا مش من الناس اللي ميالة لللحوم خالص يعني دين طبقة جبنة قديمة ده عندي حاجة تحفة البتنجان المراضي كان تحفة 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 بابا غنوك ما بدش منه حاجة المساعدة يمكن بقى منها حاجات ببساطة جدا لتاني يوم البتنجانة نفسها مسكرة يعني الزرعة نفسها كتحلوة قوي بس كده وتبتدي بقى نحط لهم بقى شوية ملح عليها او طواب البطاطس يعني مرة بحط لهم طواب البطاطس مرة شوية ملح وبحاول انه وعلوهم يعني حاول اقدمنهم بس في طبقة شكله حلو وهنا لما جيت بقى جبت المساقعة حسيت اني اللون الجلد التعسينية مش حلو والشكل مش متناصد بحب جدا قوي احط لهم الحجل اللي كلها تبقى شكلها حلو علشان يتفتح نتصوم على الاكل بصوا هنا مش مالكة ايدي خالص فابتدى يقع من الطمر تعالوا بقى نقرب التصوير ونشوف النهاردة كان غدينا عبارة عن ايه واكتبيلي في كومنتات وديني فكرة لغدا بكرة يعني زي ما انت بتاخذي مني فكرة يجيني انا كمان فكرة لغدا بكرة يعني زي زيك بحتار في الاكل وخاصة اللو في الصيوم شايفين شكل بتنجنن الغنوب بتاعي عامل ازاي حططلو كده وعود بقى دونس يجرنش ويديني لون عايز تحطي شوية زيتا على الوش براحتك جدا ولكن انا زي ما قلتلك عايزها خفيفة دا كده كان غدنا النهاردة ربكم ديفخوا فعلق لكم كم استنتعتوا معايا في فيديو النهاردة لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصارك كل جديد ومفيد واستنوني في حلقة جديدة وفيديو ديت بحبكم جدا جدا يا فرلوت وما تنسوش تكتبولي عملتوا اكلي النهاردة